وانت بتلعب نادي الاهلي لما كنت بتبقى متأخرين او بوعاد عن الصدارة بفرق يعني واتسافر بقى عدد من النقط كنت بتتعاملوا مع النوع ده من الضغط ازاي يعني انتوا ك كتير بتتعاملوا ازاي وانت متأخر وانت هدف كنا كانت تحقق بطول حصلت قريدي انا السنة اللي جيت فيها النادي الاهلي كنا متأخرين عن نادي زمالك بحداشر بونت ووصلوا صلاتاشر اه ده الموسم التاريخي ده اه اولا ما بيبقاش يعني ده بتبقى بتبقى منظومة كاملة ما بتبقاش لعبة كورة فقط او جهاز فني فقط او ادارة فقط لا بس هي بتجي من فوق من الرأس اي انا فاكر ان كابتن صالح اللي يرحموا قبل ما ننزل التمرين جي كابتن سابت كمدير الكورة اللي يرحموا ما يرحموا قالينا مش هننزل الملعب كابتن صالح جاي عايز يعود معنا فقعدنا في المقابلة دي او الميتنج ده كان ونته 13 بونت انا فاكر كويس جدا المقابلة دي قبل المقابلة دي كان في كلام هولمن مكمل مع النادي الاهلي ولا ماشي من النادي الاهلي دي حاجات بنقولها عشان الناس تعرفها اللي بيشتغل في الكورة ومش في النادي الاهلي النادي الاهلي عارفنا الناس اللي بره اللي بيديروا في الكورة يعرفوا بتداري زي الكورة فكابتن صالح راح مجدد ليه هولمن مستر هولمن راح مجدد له هو كان جاي سنة وبعد كده يشوف الدنيا تبقى في ايه راح مجدد له ثاني سنة ثاني سنة والفرق بينه وبين المنافس التقليدي وصل 11 بونت كان قبل الماتش داد 11 بونت فرقم ضخم جدا وبعدين قاعد معنا وقال لنا احنا هناخد الدوري فانا فاكر كويس جدا ان احنا قاعدنا واحنا عاديين في القوضة قاعدين بنبصل بعدين كده هناخد الدوري بس السيقة دي كلها ايه فالسيقة دي كلها جاية من تجارب كتير جدا ومعرفة وإلمام شديد جدا بالمنافس التقليدي بتاعك واللي قاله بالزبط حصل يعني اللي انا عايز اقوله لك انه السيناريو اللي تقال بالزبط حصل هو اللي قاله كابتن صالح راح مالله رحمه قاله بس في شرط الشرط ان احنا نكسب ماتشاتنا كلها ما نبصش لحاجة وده اللي حصل ماتش ورد تاني ماتش ورد تاني واللي قاله قاله احنا هنكسب واول ما هيشوفنا احنا بنكسب وراء بعد هتحصل الدروب عنده هتحصل مشاكل عنده هتحصل وهتحصل وهتحصل السيناريو تعمل بالزبط